سلام عليكم ومرحبا بكم ناس جياس كاتو جور ما اخبار شعبيب تقابعي لعودة الماسترو بن يوسف لقائمة عمراني وعمراني يهدث ثورة في التشكيلة لمواجهة اتحاد خنشلة دوكن اعطيكم التشكيل المستدعات والثورة لدارها عمراني لايك على الفيديو وابوني في القناة وتركونا التعليق عودة بوخشوش بن يوسف صنهاجي وغياب مجادل صالحي طالح منصوري بن ساحة زردوم ناصري بوعاليا ولد حمو لي قلنا متوقعين بلي راح يطلوا عمراني الى الاكابر ولكن ربما مازال وقته ولد حمو وماش من صالحياتنا ندخلوه في خيارات عمراني عمراني مدرب يعرف خدمته مدرب مهنك لا بلوش قاعد يدير صبرا فقط لانه تشكيلة واعرة شوية وتشكيلة راح يدخل في دوامة وان شاء الله يخرج الاخير عمراني في هذه الايام القادمة يلا التشكيلة سيدي صالح بو معزا قتال قمرود سياد عودة سياد تاني حجم لها لتشكيلة صنهاجي بوخشوش ايضا للتشكيلة رجاء حجم لها بن يوسف محبوب الجماهير وان شاء الله عودته ان شاء الله تعفوز ان شاء الله ربها ان شاء الله وعند ابو مشرى الفنان وطارا ان شاء الله الشبكة ومواقي صانو قواليلي وقنينة ربما شيني ضيف ولد حمو لانه هديث كبير ولد حمو وربما في الايام القليلة الماضية راح يتكون فك هذا اللاعب نتمنى توفيق لي عمراني في الخرجة هدي نتمنى توفيق للشابيبة لانه الشابيبة باربع نقاط ولازمها الفوز اجمعوا لازمها الفوز والفوز ثم الفوز ان شاء الله الشعب والجمهور كله غدا في الملعب مؤازرة لهذا الفريق لانه الفريق بهاجة الى جمهوري انا نظن بلي الشابيبة راح تفوز غدا ان شاء الله على اتحاد خنشلاء لعدة معطيات ربما خسارة الطيف على المتعمراني اشياء واشياء كثيرة نقول لها لكم ونعودها لكم غدا ان شاء الله سنفوز ليش تكهنا ولكن بمعطيات لانه عمراني غرب التشكيلة ما غرب لها شكاك فقط ونتمنى انه تصدق وتصلح له ان شاء الله يا رب العالمين لانه الشابيبة بحاجة الى الفوز وطيات كثيرة تجعل الشابيبة وان شاء الله لهذا بن يوسف ان شاء الله العودة مع الفوز ان شاء الله نتمنى ذلك كل التوفيق للشابيبة في هذه المباراة وان شاء الله الفوز والفوز لايك الفيديو وابوني في القناة وتركونا تعليق ان شاء الله الفوز ان شاء الله